إلى إبطال العمل بالشريعة الإسلامية ككل وهذا الموضوع هو اللي احنا هنبدأ الرد عليه لأنه يعتبر أهم موضوع على الإطلاق مركز تكوين الفكر العربي عامل حلقة على قناته على اليوتيوب بعنوان ما هي الشريعة التي يطالب المتطرفون بتطبيقها العنوان ده في حد ذاته المركز ده لازم يتحاسب عليه ده غير بقى التصريحات الفجة اللي مذكورة في هذا الفيديو مقدم هذا الفيديو واحد اسمه أحمد الشرباج المفروض أنه هو دكتور باحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي فهنا احنا بنلعب لعبة في غاية الخبث ألا وهي أنه بيحاول نقد أصل من أصول الدين ومسلمة من مسلمات الإسلام عن طريق ربط هذا الأصل أو هذه المسلمة بجماعات إسلامية ليها عداوة مع الدولة وبالتالي بنصل إلى نتيجة أن أصل من أصول الدين ومسلمة من مسلمات الإسلام اللي المسلمين بيعملوا بيه وبيطبقوه طوال التاريخ الإسلامي اللي ينادي بيه يبقى متطرف اللي ترجمة نانسي قنقر